على المرأة بسن الاربعين أن تتفائل وتتقبل الحياة بدون خوف أو تردد لأن الجمال هو نقاء القلب والروح الجميلة التي لن تشيخ أبداً والعمر هو مجرد أرقام رح أحكي عن أهم النقاط اللي بتحتاج المرأة بسن الاربعين خلونا نبلش بأول نقطة أول نقطة تقبل الزات على المرأة أن تتقبل وضعها الجديد هذا سيجعلها مطمئنة وبعيدة عن الخوف وتنضي في العمر وهي سعيدة صبايا سنجد حافظ الاستمتاع بمزايا عمرنا ونحن بالأربعين النقطة الثانية كتير مهمة صبايا أنه نحن نعرف أنه الكمال لله ونحن وصلنا لمرحلة عمرية نقص فيها كتير شغلات واختلفت عن لما كنا صبايا ممكن نحن نتقبل أنه في عنا تجاعيد بالجسم بالبشرة خف جمالنا قلة حيويتنا هذه التخلي عن هذه الفكرة الكمال نقطة تضعف لحتى نحسن من حالتنا النفسية النقطة الثالثة الاهتمام بالصحة والصحة أنه نحن نهتم بحالتنا نهتم بوضعنا الصحي والطبي ناخد الفيتامينات وذلك بتوصيات طبية مو من عنا لازم نعتمد على خطة غذائية متكاملة من حيث العناصر المغزية إنه نمارس الرياضة بشكل منتظم بغية الحفاظ على الصحة بشكل عام صحتنا بإيدنا نحافظ علي صديقاتي حب النفس ليس أنانية إن أحبت المرأة نفسها في هذا العمر طابت لها الحياة واستمتعت بكل لحظة فيها لأنها علمت كيف لها أن تعيش الحياة دون مخاوف دون أخطاء وخصوصا بعد الوصول لمرحلة النطج حيث التعالى من دروس الحياة وخبرتها المختلفة كما أنه المرأة لما بتحب حالها بتحقق الاهتمام بجماله وبشرطة والحفاظ على الشاقة وأناقطة والاهتمام بمظهرها كلمة لا من احتياجات المرأة الأساسية بالسن الأربعين يعني أنه المرأة قبل ذلك العمر بتحرص على أرضاء الجميع على حساب ساعتها وأعصابها لكن لما بسن الأربعين بتوصل لذاتها كلمة لا بتريحها من العناء وبتلتفت لنفسها وبتفكر فيها قبل ما ترضي غيرها نصيحة إلك سيدتي ونصيحة إليك كمان لما أنه أنا بالأربعين نبتعد عن إيقاع الحياة الروتيني والبعد عن القلق والتوتر والاستمتاع بكل لحظة عم بتمر بحياتنا حتى ما نتعرض لضغوط نفسية كبيرة جراء الغضب والانفعال والقلق والتوتر وبلاها نقطة كتير هامة وجود أصدقاء حقيقين وليسوا مزيفين مثل الموجود بحياتنا الصداقة الحقيقية بكل ما تعني هالكلمة قيمة رقيقة هي من احتياجاتنا بسن الأربعين منلاقي الدعم المساندة تمضيط أوقات سعيدة مع أصدقائنا لهيك أنا بأكد أنه نحن نبحث عن أصدقاء حقيقية بحياتنا في هذه المرحلة صديقاتي وصلنا لنهاية الموضوع وبتمنى كون هيك ذكرت بعض الأفكار الحلوة حتى نعبر مرحلتنا الملكية بسن الأربعين بتشكر متابعتكم بضعيكم الاشتراك بالقناة بتفعيل جرس ليصلكم كل جديد محبتي